طيب جيمي أسباب اي تاني خلت الاهل يفوز بالدوري مباراة بيرامدس مباراتي بيرامدس حولوا الدفع مليون في المية من انه في تنافس من الاساس لانه يرجع مكانك يعني بيرامدس بعد ما عمل ران 14 مباراة قاله يرجع مكانك خلاص انت مكانك انت قدرت ان انت في وقت من الاوقات استغلت حالة حالة نادي الزمالك وخدت وصفت للدوري بس وقف اثبت على كده 14 مباراة ران مكنتش قابلت فيه من نادي الاهل فحظك العثر ان انت هتقابل النادي الاهل ذهبا ايبا في 10 ايام فبمنتهى البساطة جول محمد مجدي أفشا المباراة بالكامل ونعرض وحنا بنتكلم يعني الاربع تجولي لسجلهم النادي الاهل في المباراتين سواء عن طريق وسام او عن طريق أفشا فانت بتتكلم على انه انا بمنتهى البساطة طلعت المنافس بتاعي المباشر برا المشهد بالنسبة لي ده المشهد الاهم بقى مش السبب الاهم المشهد الاهم في تتويج النادي الاهل بالدوري هم مباراتين بيرامدز مفيش شك ده المنافس بتاعك الاساسي والمنافس المباشر اللي انت قلت له بمنتهى البساطة تاني ارجع مكانك انا مكاني فوق انا مكاني رقم واحد وهرجع تاني ربطا ده بالحالة اللي كان عليها النادي الاهلي الاهلي كان عنده سبب تاني مهم اقوله بعد ما الاهداف تتعرض انه انت بتتكلم على مباراة الاهلي كان بيعاني منها غيابات الناس كتير كان بتتكلم انه علي معلول واحد من اهم الاوراق بتاعت النادي الاهلي مش موجود بتتكلم ان الاهل ببيرسي تو كان خرج من المشهد تماما بترى تركيزه ايه بترى بقاش موجود عندك 3 او 4 لعبين مكاسب الاهلي المتطالية دي على الفكرة الناس مش حاسة انه كان بكل شوية بيقع عملينك لعيب من العناصر الاساسية الاهلي كان بيفنش الدورة الكريمة وكانش لسه حسم اللقب هو ناقصه 4 او 5 لعبين اساسيين مش موجودين بس المكاسب المستمرة ان الاهلي رجع تاني راجل اعاد غير الارقام اللي بتكسر بالمناسبة راجل اعاد للواجهة بعض الحاجات اللي هي من الارثة عند النادي الاهلي انه الاهلي بيمنحاضر انا بيغيب عني 5-6 وعنديش مشكلة وبكمل الدورة وبكسب فيناميز ذهابا ايابا ده مشهد مهم جدا جدا مشهد التاني اللي مربوط به على طول انه ازاي الراجل مارسل كولر وهنا الموضوع بالنسبة لي مقسوم ما بين مارسل كولر وما بين البودلة السوبر سبستيوتس احنا من ايام محمد ناجي جده في بطولة 2008 افغانا ما بقاش عندنا اللعيب اللي هو نضامن وهو نازل انه هيعمل حاجة من ضمن الاسماء اللي قالها محمود عمر كمال عبدالواحد كواحد من ضمن السفقات يعني عمر وقفش الاتنين بالنسبة لي لما عندي اتنين لعيبة يا كريم انا اقولك ارقام تستغربة جدا 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 هو من امتى بحط تجيب لعيب من عدك عدد دقايق لعبه توازي 11 و 12 الاتنين لعيبة 11 مباراة على بطول الدوري و 12 داك عدد دقايق لعب واحد مساهم افشة مساهم في 9 اهداف عمر كمالعب واحد مساهم في 10 3 اهداف مع النادي الاهلي و 3 اهداف على صعيد التسجيل و 7 على صعيد النسرعة تعالي تشوفي الاهداف دي ايه اصلا هدف مطش معقرب جدا قدام بلدية المحلة في ملعب غز المحلة ملعب من ملعب اللي هي تاريخيا صعبة اوى عن نادي الاهلي يعني الراجل بينزل بيلعب 13 دقيقة كريم 13 دقيقة الراجل بينزل في ربع ساعة بيسجل وبيصنع ماشي 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 الفيديوه كلها هدف التتويج اللقطة كلها راحت لأفشة لكن مين اللي عمله له عمر كمالعب واحد بالقدم العكسية بالقدم اليسرى الراجل بيصنع لمحمد مجدي أفشة محمد مجدي أفشة نفسه ما قداموا الموسم الحالي ناس كتير يا كريم تسألهم بيقولك مين اللي عمل لفرق الاهلي في الموسم يقولك أفشة أفشة البروفايل مش شابه حد مش شابه حد في الكرة المصرية مش شابه حد في الكرة المصرية خالص أفشة واحد من الأوراق كابتن محمود الخطيب رأسا رفض تماما أي عروض وجاله أكتر من عرض رفض تماما ونقشت أي عروض أفشة باقي في النادي الاهلي لأنه ورقة من دم العناصر الأساسية حتى وإن كان بديل من الأعمدة بتاعت النادي الأهلي الهدف ده يساوي وزنه دهب يساوي وزنه دهب هدف الحسم عن طريق سموح وأرجع أقولك تاني ناسي زمانكا بتقولك أبوتريكا بكل كواليتي بتاعته وأهله دعيه أفشة نفس البروفايل على فكرة أفشة ركز على اللقطات كلها حاسمة الهدف ده أنا جايبه أصده ماتش السراميكا الأهلي ما كانش بيقدم أفضل شيء في بداية الدولة جول في الداية التسعين وهو لازل بديل برأسية في مباراة سموحة جول الحسم بثلاث نقاط في مباراة بيرامدز جول الحسم بثلاث نقاط خلصت كل شيء فأفشة بالنسبة لي عمر كمارة عبواحد سوبر سبستيتيوت هم اتنين من الأعمدة اللي سهمت فوز النادي الأهلي بالدولة